قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليو عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء في شهدي الواجب والإنسانية أحمد عبد الرحمن الطنيجي وأحمد راشد المزروعي الذين استشداء أثناء قيامهما بأداء واجبهما الإنساني تجاه الشعب الأفغاني في تفجير إرهابي غادر بمقر والي قندهار بأفغانستان جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل أسرة الشهيد أحمد الطنيجي في منطقة الرمس برأس الخيمة ومجلس عزاء الشهيد أحمد المزروعي في منطقة وادي الحلو بالشارقة وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان عن خالص تعزي وصادق مواساته لأسرتين وذوي الشهدين سائلنا الله العدي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وليلهم ذويهما الصبر والسلوان